ظروف كل فرح وتبرز في المناسبات ويرتبط تقديمها بالابتسامة لذا يشهد قطاع صناعة وبيع الحلويات في مدينة الرياضي نشاطا ملحوظ تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقبيل العيد رغم الأوضاع الراهنة لجائحة كورونا نفس الزباين ما تغيروا قبالهم واحد لكن الكميات اللي احنا ننزلها قلصنا عدد الكميات تماشي من مجرات احترازية زي اللي نزلت من زارة الصحة ويتجاوز حجم السوق السعودي في صناعة بيع الحلويات الخمسة مليارات ريال تتوزع على صناعة الشوكولا والحلويات العربية والشعبية والمستوردة أنا ما أختلف عن العام أو القبر العام بالنسبة للتبضع بالنسبة للسهلاك وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي استهلاك السوق السعودي من الحلويات أيام عيد الفطر المبارك بلغ خمسمائة طن للعام المنصرم الإقبال في رمضان في أول رمضان بيكون على الحلويات الشرقية اللي هي الكنافة والبسبوسة والهريسة والورباط الأشياء الاشتوات والأشياء اللي بيجبنا إنما في أيام العيد بيكون على المعمل المعمل بالفشط والطمر والجوز البرازق الغريبة وإلى صدور بيانات حجم السوق هذا العام يبقى الشاهد تهافت مندوبي شركات التوصيل على أنواع تتسيد وأصناف تزيد وطوابير ملتزمة بقواعد التباعد الاجتماعي تعج بالمتبضعين للإخبارية سعود النشمي الرياض